نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمح بقبول طلاب المصرين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية والدارسين بنظام الأونلاين للتقديم بالجامعات المصرية كما أكد المركز الإعلامي في مجلس الوزراء على قبول طلاب الدارسين فقط بالأنظمة التعليمية التي تعتمد على حضور الطالب كأساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية وذلك وفقا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية مشيرا إلى أنه لا يعتد بالنظام الأونلاين للتقديم بالجامعات المصرية ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالي